طيب الجزاية التانية وهي متعلقة بطاقم تحكيم مباراة النهاردة النهاردة هيدير المباراة الحكم الدولي الكابتن محمود البنة حكم ساحة في مباراة الاهل وبيرامدز هو حكم مشهود له بالكفاءة بالتأكيد وكلنا عندنا ثقة فيه اه ممكن تكون في بعض الاخطاء لكن اخطاء يعني فنية واردة بشكل كبير لكن عندنا ثقة حتى في يعني الاداء الفني والاداء التحكيمي للكابتن محمود البنة نتمنى له التوفيق النهاردة في مباراة الأهل وبيربنزا مساعد أول كابتن أحمد حسام طه مساعد ثاني أحمد توفيق طلب حكم رابع عبدالعزيز السيد وحكم تقنية الفيديو المساعد الفار الحاكم الأحمد الغندور وحكم مساعد الفيديو إيفار يوسف البساطي طيب تقم تحكيم يعني دولي محمود البنى دولي والمساعدين دوليين وحكم الفيديو دولي ولكن أحمد الغندور كان بيدير مبارح مباراة الإسماعيلي أمام فاركو في استاد الإسماعيلية الإعداد الزهني والإعداد النفسي والإعداد الفني إن يلعب مباراة بارح ثلاث أو الاثنين والنهردى يكون الثلاث في القاهرة عشان عنده مباراة ويكون حكم تقنية فيديو إزاي؟ دي نقطة نقطة التانية هو من إليه اللي اتعلق حكم تقنية فيديو إنه انقرر الكافتن أحمد الغندول لبيرامدز مباراتين في أقل من ثلاث مبارات إزاي برضي؟ يعني في أقل من أسبوعين بيتقرر أحمد الغندول لبيرامدز mرتين في آخر ثلاث مباريات دي نقطة النقطة التالتة فيه أخطر من حكم دولي في تقنية الفيديو مع رخصة الفار حتى من الاتحاد الإفريق كنت ممكن تستعين بيه في هذه المباراة خاصة أنك النهاردة لما عينت في المباراة التانية معينتش حكام دوليين على أعلى مستوى في المباراة التانية حتى في تقنية الفيديو لا هو ليه دايما فيه تكرار لإسمين أحمد الغندور ومحمد معروف وحتى فيه حكام تانية بتتبدل في المرشاة مع بعض إبراهيم نور الدين ومحمد الصباحي بلاحظ أن دايما حتى الأخطاء التحكمية اللي بتحصل بتتقرر فبالتالي هي فيه محاضرات بتتعامل الحكام فيه محاضرات عملية بتتعامل الحكام فيه محاضرات نظرية بتتعامل الحكام عشان إصلاح الأخطاء فيه طبيب نفسي بيقعد مع الحكام بعد كل أسبوع عشان يتكلم في الإعداد النفسي للمباراة هالي الكلام ده بيحصل لو بيحصلش احنا مش بنتكلم عن دوري هواء همتكلم عن الدوري المصري اللي بتديره ربطة الأندية المحترفة وهي ربطة بتعمل شغل على أعلى مستوى لكن الجزء اللي باقي دوري التحكيمي فيه الفترة الأخيرة فكرة تعيين أحمد الغندور مش بتكلم عن المستوى الفني كل التأدير ليه عن المستوى الفني لكن بتكلم فكرة تقراره هنا بيخلي الواحد يسأل تساؤلات ليه الحكام بيتقرر كذا مرة أو أنت ما عندك شهر الغندور ومعروف مثلا في الفار ما أنت عندك محمود عشور عندك حكام كتير أو في الفار على فكرة أنت العدد اللي تم اعتماده في الفار سواء دوليين أو غير دوليين كتير بنتكلم عن 60-70 حكم ليه تجيب حكم من برح من إسماعيلية تديره النهاردة وتحطه في الفار سؤال أنا بسأله للكابتن أصام عبد الفتاح اللي كل إجاباته دايما بالنفي 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 ونفي النفي إثبات والأيام بتثبت ده خلال الفترة اللي جاية نتمنى لهم التوفيق والمباراة النهاردة يكون فيها أقل عدد من الأخطاء التحكمية ما فيش مباراة في الدنيا ما فيش أخطاء بس الأخطاء لما تكون مؤسرة وبتتقرر هنا بنطرح مليون علامة استفهام على هذه الأخطاء من قبل بعض الحكام في الفترات الأخيرة الأخيرة